يهملون اليوم المراقبة تاع السيارات مع كل الصبيحة بالرغم من أهميتها أستاذ هي يعني ما تستغرقش وقت طويل بزاف لكن أكيد فيها أهمية كبيرة جدا بطبيعة الحال كما تفضلت وقلت أولاً عفواً سبعاً خير عليكم السلام عليكم عبدالله كما تفضلت أستاذ هي ما تاخدش وقت كتير لكن الأهمية ديالها كبيرة بزاف بزاف كبيرة يعني عندها تأثير كبير في المراقبة على المركبة يعني طريقة المراكبة هي تأثر على السائق طريقة المراكبة لكن لو سمحت قبل من قبل من تخلف في طريقة المراقبة أو مراقبة المركبة ماذا بنا نلقيه نعطيه نبذة على الصيانة الصيانة كما نسموها نحن نعرف الصيانة عموماً لكن هناك في السياقة الدفاعية ما نسميه بمصطلح الامنتونانس بريفونتيف كان الامنتونانس بريفونتيف وكان الامنتونانس كيراتيف سي تدير عندنا أن صيانة الوقائية والصيانة العلاجية يعني الصيانة الوقائية قبل ما قبل ما الأورغان ميكانيك قبل ما يقدموا يقول لي ما عندوش دور والصيانة العلاجية هي الفورية يعني كما نقول للامنتونانس كيراتيف اللي تعني عندها سواء كمبلات مانتونانس كيراتيف كمبلات وقلياتيف يعني جزئية أو كلية لازم هنا السائق يعطي قيمة لامنتونانس هذه ويفهم ما معناها قبل ما يبدأ يراقب السيارة ديالو لأن كل جزء من المركبة احنا ما نقولوش ما نتكلموش على السيارة فقط لأن المركبة يعني السائق ما راهوش خاص إلا السيارة البواليجي كما نقولو الأقل من 13.5 يعني السائق عندنا بعض السائقين يسوقوا كل الأوزان وإحنا كنتكلموه على السيارة نتكلموه على كل الأوزان بما أنها مركبة تسبب الحادث تكون سبب جزء من سبب الحادث لذا نروح للصيانة الصيانة يعني اللقرية الصيانة الويقائية يعني السائق ماذا به قبل ما تخسر رابياس ديالو هذي كل الأورغان ميكانيك يكون عنده دراية ما هي ما هي مدة صلاحيات الأورغان ميكانيك يكون عنده نظرة على مدة صلاحيات شاك أورغان ميكانيك لأنه عنده مدة صلاحية إما يبدلوا يغيروا قبل ما تنتهي الصلاحية أو بعض الأورغان يكون يكون خذار جا الشوق كما نقولو إحنا مثلا يبدلوا فوريا لذا لازم له يكون عنده دراية بمدة صلاحية كل أورغان ميكانيك يعني الشاك يعني أمر تنظيمي سيد بطبيعة حال لازم يكون منظم لازم يعرف السيارة تاعه وقتاش يدلها الفيدانج وقتاش يرقب أيضا نشوف دائما السيارات لازم يكون يعني شيء منظم ملم بكل سيارة تاعه يعني شيء منظم لماذا قلنا السياقة الدفاعية في البلدان المتطورة عندها مدة من التي بدأت تتعامل بها وإحنا ما زال ما وصلناش لهذه الدرجة وقلت أنا في الحصة السابقة قلت لكم أن السياقة الدفاعية تتدخل في كل الميادين لخاصة بالسياقة بما فيها السائق والمركبة والمحيط يعني كلهم تدخل فيهم السياقة الدفاعية من بين السياقة الدفاعية يعني انفيليان منها تدخل في الصيانة لأن المركبة عندها دور في الحادث مهما كانت إما سيارة خفيفة أو بولور أو شميرو مورك كلهم يأثروا عندهم دور في الحادث لذا ماذا بنا السائق يكون عنده دراية بليز أورغان ميكانيك يعني الأزاء الميكانيكية ليعرف بلي شاك أورغان عنده مدة صلاحية يعني عنده لازم يبدلوا قبل ما يلحق لهذاك المستوى على الأقل على الأقل كيكون بدل هذك الأورغان ميكانيك حتى السياقة تعود تكون سياقة مريحة لكن إذا كان عنده دراية بكل أورغان ميكانيك ما زال ما مخدمهمش يعني يسبولوا ضغط خارجي كما تكلمنا عنه كان ضغوطة خارجية إنفو يعرف يعني يعرف أنه تيل فياس أو الجزء اللي هذا كراهه عيان يعني الطبع عليه سلبيا طيب إذا حبيتنا ندخله في المراقبة نبدأ نعم إذن نستعرض الآن ربما أهم الأمور سيدلتي يجب فحصها بصفة يومية يعني مع كل الصباح اللي عنده سيارة الحاجة اللولى وش لازم يدير سيل عزيزي بوه كما قلت انتايا شيء منظم ومدى بنا يدخل كثقافة يعني يتعمم كثقافة لكل السائقين السائق اللي من عادته ومن طبيعته يخرجها سبعة ونص ماذا به يخر شوية عشر دقائق أو أربع ساعة مقبل حتى يراقب المركبات ديالو ونعود نكرر المركبات لا تقصد سيارة سيارة فقط تقصد كل المركبات كل المركبات بالبوالور بالشيميرو مورك بالكلش حتى لبورتونجان لازم له يخرج على الأقل بعشر دقائق أربع ساعة وتكفيه تكفيه عشر دقائق تكفيه لكن بطريقة منظمة حتى يتعود عادة يعني تولي عادة لازم ينظمها باش تولي عادة عادة وتولي ثقافة فيه يولي ما ينساش وشي الحاجة اللولة اللي لازم حاجة اللولة هي يدور على المركبة ديالو يعني نحن نسموها في السياقة الدفاعية نسموها المراقبة الخارجية هما ثلث مراحل عندنا المراقبة الخارجية عندنا مراقبة المحرك وعندنا مراقبة داخل المركبة نعم أول مرحلة هي المرحلة الخارجية طبعا يراقب المرحلة الخارجية نبدأ بأول اتصال احنا واش قلنا قلنا الاتصال الأول هو العجلة العجلة مكتب لما تشوف السيارة من الخارج الحاجة اللي تشوفها يعني هي العجلة العجلة الأربع العجلة الأربع هذو عندهم كما تكلمنا مقبل فلامينتونونس نعم العجلة عندها عندها مدة صلاحية بو كان اللي مدة صلاحية تحام مركيا في سي 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 موسيوني في البنو لكن إذا في البنو ما زل ما ما زل المدة صلاحية تحام لها لكن بالعين كان بعض كين سمهم الروبار كان شاك البنو عنده 4 شاك البنو لأن سي ركوماندي على الصناعة على البنو اسموه التيموان هذا التيموان فيه 3 مليمتر لازم البنو مهما كانت الاخر ديالو مهما كانت الاسركتور ديالو كي يلحق 3 مليمتر صحي البنو هنا مراهوش يؤدي في الدور ديالو كما ينبغي مراهوش يؤدي في الدور لأن البنو عموما مصنوع 8 مليمتر عمق الله وصلت المعلومة يعني عمق الاسركتور فيه 8 مليمتر من 8 مليمتر هذو كاين طرواء مليمتر 6 موا فيه ربعة هذا البنو بارك نشوف العجلات نلاحظ نشوف بعيننا نعرف يبان كين اللحقو له يعني كين يلحق له البنو يلحق لهذا المستوى يعني لازم نبدله ران نتخلنا في المنتونس بريفانتيف نعم هانا ولينا المنتونس بريفانتيف لكن كيف يفوت هذو كليتر وار مليمتر معنتها هنال البنو ما وش يقدي في الدور ديالو هذا البنو ماذا به يراقب لابريسيون كما تكلمنا عليها الخطر وحب هذا لو السائق يكون عنده مانومتر لابريسيون ساعة لقيس لقياس الضغط نتمنى بش هي حاجة بسيطة صغيرة موجودة في الأسواق موجودة يديرها في المركبة لبولور تقريبا كلهم عندهم لبولور لأنهم كلهم يوميا في الطرقات يوميا لكن حتى السائق السيارة الصغيرة يكون عنده لأنه قبل ما يبدأ العمل يدور مراقبة ليش فيها يعطي الضغط ديالها المناسب بدون أن ننسى لارود شكور نقول نزيد ونطلع شوية نطلع شوية تحت الرودة أنا شاهدنا البنو ون نرى يقعد المنتص الصدمات للناس بزاف تنساه يعني مع الأسف الناس لا تعطي لنسى أهمية بالرغم منه أنه عنده مدة صلاحية مدة صلاحية تقاس بالكيلومترات المنتص ينقاس بالكيلومترات في أحسن الأحوال وفي الطرقات المعبدة بلي نورم يعني دون لي نورم يعيش إلى 80 ألف كيلومتر لكن بعد 80 ألف كيلومتر يولي ما يديش دور كما ينبغي وإحنا قلنا لأن العوامل الفيزائية تتطلب كل الزورغان ميكانيك يكونوا أما إذا الحق 100 ألف كيلومتر يعني في أحسن الحالات في أحسن الأحوال أما إذا كانت طريقا مكسرها أو كده أو هو وشي الأعراض أنك تعرف هذا الأمورتيسير هدايا هذا اللي الخلاص يعني فسد ولازم نعودوه يعني لما نسقوه نسقوه نكونوا نسقوه في المركبة نحس ربما السيارة فقدت نعم أكيد نعم يعني تقولي خفيفة بزاف ولا يعني كيف نحاول نوصل للمعلومة الأمورتيسير أولا يتراقب عند المختصين للمراقبة التقنية أولا محطات المراقبة التقنية عندها الأدوات اللازمة لتراقب المورتيسير لكن الإنسان يكون في الطريق برغة يعني في العمل تعالي قادر فجأة يفقد الصلاحية دياله ويفقد الدور دياله في حفرة أو في مطب الماء يفقد العمل دياله يفيقل أوتوماتيك ويفقد تقريبا هذ يعني هو ظاهر ما ما يقدش يتخبي يعني السائق يفيق فاصل مو يعني يفيق فاصل مو يعني يقول يفيح حس أول شيء هو يقول يفيح حس ثاني شيء اللي ما يقدش يتصور ما يقدش يبن ثم ثم وهو في الفريناج يستحق يقول يستحق مسافة أكبر في طيب سنتحدث طبعا على هذا إن شاء الله في موعد اللاحقة إن شاء الله يعني في البداية تكلمنا على العجلات لما نرقب العجلات الحاجة الثانية وش لازم نشوفه زيت المحرك نشوفه العجلات نشوفه الأضواء الأضواء الأمامية الأضواء الخلفية الإنعارة الأمامية والأضواء الخلفية كلها يعني كلها ويرقبهم يوميا لأن علىها يرقبهم يوميا قادر في أي نسحقهم وهما يعني الأضواء هي اللغة بين السائقين هي اللغة لغة التواصل بين السائقين بين الأضواء هما اللغة التواصل عندنا خاصة في الأيام هذه عندنا ماسيح الزجاج مهم جدا مهم جدا خاصة لما تكون فيه أنطار احنا لو سمحتوا ساد احنا جوزنا مرحلة سخونة بزاف تعصيف كاللي من الصيف ما بدلش وشوي قلاوس هذاك في الصيف راوي يعني مع درجة الحراري يتعرض الى التآكل ويتعرض الى اسمه يقول لي معاديم الصراحية يقول لي معاديم الصراحية اذا تعرض للحرارة الزائدة وخاصة في الصيف يعني كي يلحق الشتاء يقول لي معاديوش دور من المفروض خاصة احنا نسحقهم بزاف الشتاء في فصل الشتاء يعني من المفروض يتغيروا قبل فصل الشتاء بقليل يعني ما يخليش فاتع لها الصيف صيح هذا في المراقبة الخارجية يبقى لنا المحرك كذا لو سمحت المحرك يفتحوا الكابو ويراقب عنده مستوى الزيت مستوى الزيت مستوى الزيت تاع المحرك وكما لاحظنا بعض السايقين يقول لي كنا نمس الزيت نشوفها مليحة ماشي مليحة ولا تكحلها ولا تكحلها ولا تقدير تبدل اللون لي لها بدل اللون لها في السياقة الدفاعية في المانتونس يعني في قانون الصيانة قانون الصيانة يفرض عليك انك هاد الزيت تشد عشر الالت تشد عشر الالت خاصة اذا شريتها من وكالة مضمونة سيدنا اطرح لك سؤال هنا يا فقط لانه كان سيارات يعني تمشي بالايسونس يعني بالبنزين وكين بالمازوت نعم يعني هل نفس ربما الكيلومتراج المحدد مثلا في السيارات يعني يعني تمشي بالمازوت يقول لك تلحقش على ربعالاف كيلومتر هما على حساب نفس الشي يعني مع البازوت نفس الشي نفس الدور نفس الدور تعل المحرك تعل الليسونس هو نفس الان عندك يختلف المحرك تعل الليسونس يخدم بالانفلامسيون يعني يشعل بالاشتعال اما المحرك تعل الديازال يعمل بالكسبلوزيون الضغط زائل الكسبلوزيون ضغط المواد يعني الكاربيران بلوس الأكسجين بلوس اليتنسل تعل البنب ليتنسل تعل فليسونس اما في المازوت ما فيش اليتنسل فيه الضغط يكون حرارة تفوق 400 درجة ليسبب اشتعال المادة اللي راهي داخل البيستون يعني اشحال المدة باش نعود وجوب رادوك كلizable الزيت 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 اللي باعرك زيت يعني يعنيها للحسب اللي اللي شريناها العسب النوعية ايضا نعم نعم عندها النوعية ووش خلوا؟ عندها مدة صلاحية ومدة العمل تاحا كان الزيت اللي تشد 10 الف كان الزيت اللي تشد ربما كان بعض هو كان بعض الزيت اللي تستعملdyازال وليستعمل اليسونس وكان كل المواحرك وعندوا زيت ديالو يعني لحقنا الى مستوى في هذا الميدان الحقنا المستوى والناس اللي تعرف الزيت وتروح لعد البائع ينسحك ما هو الزيت اللي ليخ بالمحرك يقبل ننتقلوا لنفو نفو دور يعني الماء تبريد لازم يشوفون المستوى دياله ونخليوله لازم يكون كما توصيات صانع عنده المينيوم عنده الماكسيموم مايفطلوش الفوق حتى مايتغمش ويكون عنده مكان للروتور عندنا يراقب الكروة بس كنا كل جزء عنده مدة صلاحية يعني الكروة عندها مدة صلاحية كل شي ننتقلوا للبطارية البطارية عندها دور أساسي لو سمحت البطارية عندها دور أساسي لماذا؟ لأن السيارات الحديثة كلها مؤتمدة تعتمد على يعني على الكهرباء يعني مثلا فيها لكابتور فيها لزورديناتور فيها يعني تعتمد كثيرا على الكهرباء يعني عطل عطب واحد يروح للكابتور ديركتومو يعني ماذا به السائق البطاري أكد عليها بزبزب خاصة السيارات الحديثة السيارات الحديثة لكلها تعتمد على الدارة الكهربائية كل ما كانت الدارة الكهربائية صحيحة كل ما كانت يعني تأدي دورها يعني تنديكي لك ديركتومو ربان إذا كانت الدورة غير صحيحة ويكون خلل في البطاري ولا في كوس ولا يعني حتى الدكتور كيكون عطب ما يلقاه ش تم ثم لأن الدارة الكهربائية ما رهي صحيحة نعم نروح الآن المكابح تاني لازم نرقب المكابح في الصير أمر مهم جدا يتعلق تائما بسلامة القيادة السيارة نعم المكابح المكابح أولا يتراقبوا في محطة مراقبة تقنية مكابح لكن بعض السائقين يتهاونوا في هذا النوع هذا الجانب هذا الجانب المكابح المكابح يقدر يكون يقدر يكون فاكتور ديزيكيليبراج يعني هما مسبب للديراباج لماذا؟ احنا نعرف بلأن كل عجلة عندها لسيستيم دي فريناج إذا كانت عجلة تفريني قبل من عجلة أخرى تسبب الاختلال في التوازن وخاصة وخاصة إذا كانت فلاريال يعني فلاريال يعني هنا تكري باللغة الفرنسية وفيزيك ما نسموها تؤدي دور تقدر تسبب انقلاب تسبب حوادث المهم تسبب حوادث نتكلم عن المكابح كين هنا في بعض المكابح يعني سيارة الخفيفة لتعمل بالهيدروليك بالهيدروليك يعني بالزيت بالزيت زيتي يعني بلوكيد وكين الشاحنات اللي تعمل بالريح يعني بلا بريسيون بلا بريسيون ماذا بهم أنا السائق الشاحنة يفرغ الريزيرف تعال الريزيرف تعال الريزيرف دار يعني القرعة تعال الريح كما نقولو باللغة العامية ويفهمني السائق وشانا ينقصد يوميا يفرغها غضوة من دا كي يعاودي كين ووض الماركبها ديالو ولا كاميون ديالو ولا سامي ديالو يعاودي يقلع لماذا؟ لأنها تفرز بعض واحدة المادة لتخلي تدخل في بعض المسامات وتبوشي ليفرع زائد أن ماذا به السائق خاصة تعال البولور يقلع يقلع لتخلي 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 لأنه مهما كان مخدوم بالحديد أو مخدوم بالبلاستيك عنده اندوليد فيه ما يستنعش يقول لك هذا العام راهم ليح عنده مدة صلاحية مثلا كي يشري تويو عنده المدة صلاحية هذا كل تويو دار قال هذا يشد عام يشد تقريبا نفسك كأنبوب بتاع الغاز بتاع البيت عنده مدة صلاحية قال هذا تويو يشد عام يشد عامين يشد خمس فور يشد قدار كي يكون قريبا تلحق المدة صلاحية ماذا به يبدلو قبل ما يلحق وين يسبب مشكل يعني انفجار ولا فويت دار يقدروا يخرون الفرانات بورندوق لالسيستام دفران جروا يخدم تقريبا نفس انفرس كي يكون حابس يخلاص القراء يغلق هو سيلة عزيم قاش بزاف الوقت يومية للسيارة من الخارج قلنا نشوف العجلات وايضا الاضواء وايضا داخل السيارة تانيت داخل السيارة اه اه او سمحت او يركب داخل السيارة اول شي يشوف الوثائق وثائق ايضا لازم تكون لازم الوثائق كلها كلها الوثائق اذا خص خصت وثيقة من الوثائق اوتوماتيك مو كأنها ليست موجودة ما يقدرش يقول وانا خليتها نسيت هكذا حطا عنا البرمي دو كوندوير عنا لكارتغريس عنا لسيرونس عنا لكونتور تيكنيك عنا لفينيات عنا الاحساب المركبة في بعض المركبات الكبيرة يكون حتى لسيرونس مرشونديز يعني لسيرونس تقال البضاعة في بعض المركبات عندنا نزيد ننصحه لو سمحت نزيد ننصحه ما يخليش شيء يعني اللي قادر يضره في طريق يعني مثلا شيء اللي قادر يضر في وقت الحادث يعني يعني يخلي يعني اكستر تور ولا يخليك شيء اللي قادر يضر في وقت الحادث السيارات تكون فرغة نعم يعطيك صحة سيد بالمهدي العزازي الوقت دهمنا لأنه موعد موجز لآم لنبغ إن شاء الله يعطيك نتلقى إن شاء الله في عدد المقبيل لكن اتحدثنا طبعا على المراجعة اليومية للسيارة يعطيك صحة لكل هذا النصائح إذن مشاهدين حوالي دقيقتين بعد تسعة صباحا توقفوا عند موجز لهم الأخبار ومبعد لنعود ابقوا معنا